بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الإخوان مرحبا بكم في هذا الليف هذا المباشر وهذا الليف العاجل وهذا الليف استثنائي حول مواضيع مختلفة اللي غير نحضر فيها اليوم اذا كان جدد ترحب بكم مرحبا بكم إخواني أخواتي متتبعي صفحة جمعية اليد في اليد بإسطنبول متتبعين داخل إسطنبول وخارج إسطنبول وفي كل الأماكن المتتبعي الأوفياء الناس زوار الجدود للصفحة اللي غيدخل أول مرة مرحبا بكم جميعا نجدد ترحب بكم بعد غياب طويل في لايف مباشر وحصري على صفحة جمعية اليد في اليد للحديث عن عدة مواضيع مختلفة ومتنوعة والإجابة أيضا على أسئلتكم وكذلك لدينا موضوع رئيسي ومهم جدا لهذه الليلة هذه وهو موضوع ديال واحد السيدة اللي انتحلت شخصية ديال رئيسة جمعية اليد في اليد ومن خلال هذا العمل اللي كتقوم بها ربما كتتحاول توصل أغراض خبيطة فلذلك حاولنا ننبهكم في هذا الليلة باش ما توقعوش ضحية للنصب أو الاحتيال أو الامتزاز من طرف هذه السيدة هذه أو هذه السيدة منتحل الشخصية حاولنا معاة السيدة الانتحلية الشخصية بعدة طرق أنها تمسح صورة البروفيل فهي أخذت صورة البروفيل ديال السيدة خديجة سلمان رئيسة الجمعية وحطتها في فيسبوك ديالها وقد تواصل مع الناس على أساس أنها رئيسة جمعية اليد في اليد لذلك أحد لكم إذن أضرحوا بالحضور الكريم معنا بزردية الناس دخلوا معنا دابات قريبا لصورة الأشخاص نتمنى أن تشاهدوا هذه اللايف علانة تقواسي نتمنى الصوت ديالي يكون مسموع إذا كانت شي مشكل في الصوت أو شي حاجة يمكن تضعه في التعليقات أخي محمد أمين السلام عليكم الأخت أمينة جرود نائبة العامة جمعية في اليد في اليد السلام عليكم مرحبا بكم جميعا معنا في هذا اللايف هذا فكما قلت هذا اللايف سيكون متنوع سوف نهضروا على الجديد الرحالات الاستثنائية أيضا وموضوع العاليقين والمجهودات التي تقوم بها جمعية اليد في اليد باش تحلل المشكلة العاليقين أو باش توصل المعلومات للسلطات المعنية بالأمر كما قلت معنا سي محمد أسعيد مرحبا بك يا أخي محمد أسعيد دوجا محمود من المتتبعين ديال الصفحة الجديدة مرحبا بك سوف نبدأ بالموضوع سوف نبدأ بالموضوع الرئيسي والمهم الذي لدينا في هذا اللايف الموضوع الأول وهو انتحال شخصية رئيسة جمعية اليد في اليد من طرف شخص مجهول ما نعرفه وشوش ذكر أو أنت لحد الساعة الأخت أسماء مرحبا بك السلام عليكم اشتقنا اليك يا أخت أسماء مرحبا بك من المتتبعين الأوفياء ديال صفحة اليد في اليد مرحبا بك الأخ حسون سمهان الأخت أسمهان من فرنسا مرحبا بك يعني فاعلات خير وأيضا من الناس المتتبعين والأوفياء لصفحة جمعية اليد في اليد مرحبا بك الأخت أسمهان من فرنسا مرحبا بالإخوان ديالنا كاملين داخل وخارج أرض الوطن ومرحبا بالجالية المغربية كاملة فكما قلت هذا الفيسبوك الإخوان الله يجازيكم بخير سأعطيكم كاملين تديروا له سينالي سأعطيكم الاسم دياله هي مكتبة فيها رشيدة المغربية الفيسبوك ديالها مكتب فيه رشيدة المغربية وحاطة الصورة الصورة البروفايل ديال الأستاذة والأخت رئيسة جمعية اليد في اليد خليجة سلمان وكتتوصل مع الناس على أساس أنها هي رئيسة جمعية اليد في اليد وتجلب مجموعة من الضحايا وكتشف عليهم في الخاص لذلك إحضروا أجلوا لا أدوى صفحه أخرى فإذا أراجبت بسيات أي سيجنب بسيال جمعية اليد في اليد خارج الصفحة يعني إذا كان من بارتاجي رغت عرفوه من بارتاجي من جمعي يدرنا له بارتاجي صفحة قرية ربي ينسلغيكم من بارتاجي بالنفس الصفحة ولكن حداري للوقوع في الفخ فهات السيدة وهات السيد هذا فكنتمنوا أنكم تديروا لها سينيالي هي الاسم ديالها رشيدة المغربية ولا علاقة لها بالمغربية لتأسف يعني ما كانت أسفوا عندنا مشيش شيء من الأخلاق ديال المغاربة عندنا ننتح له الصفة والشخصية ديال شخص آخر ونصبه بهذا الاسم دياله فلذلك أحذركم إخواني أخواتي لكل المتتبعين ديال صفحة جمعية ليد في ليد المتتبعي الأوفية أو الزوار الجدد أحذركم من هات السيدة اللي كتحمل فيسبوك تحت عنوان رشيدة المغربية كتمنى لك أنت الأخت خليجة سلمان كتسمعني تبارتاجي معكم هنا في التعليقات نسخة من هات البروفايل بس تشوفوه القانون التوركي يعاقب القانون العالمي بصفة عما في أي محكمة دولية أو أي محكمة في المغرب أو خارج المغرب في أي بلاد انتحال شخصية أو مشاركة صور شخصية يعني ماشي ديالك تاخد صورة وتعلقها فهذا يعاقب عليه القانون يعني كتكون عقوبة مادية ومعنوية أيضا بقيد الحرية وبالسجن إلى آخره وإلى دعات الضرورة فجمعية ليد في ليد مستعدة باش أنها تصعد الأمور وتقدم دعوة رسمية وبلاغ رسمي للسفارة المغربية وأيضا القصولية المغربية والجهات المعنية بالأمر داخل المغرب وداخل أراضي التركية وكذلك مستعد للأبعد من هذا أننا نرفع محامي ضد هذه السيدة لانتحالت الشخصية هذه لأن انتحال شخصية شخص ما أو مشاركة صور شخصية يعني أنا لا تصورتي مثلا تستعملتها في البروفي ديالك أو كتنشرها أو كتنصب إسمي أو شي حاجا فمن حقي أنني ندعيك وكاين ما يوتبت ذلك راكينا منشورات مسجلة وكيفية المسائل وقدرنا مع هذه السيدة هذه في الخاص وقدرنا مع هذه التعليقات ولا حياة لمن تنادي فأنا نظن أه أه كان نظن بارتاجي معنا الأخت خديجة بارتاجي معنا الصورة را عندكم الصورة تماماية بارتاجي هيريت تحتيها في التعليقات تماماية حتي معنا الصورة ديالبروفي نشوفوا التعليقات ومن بعد نكمل الحديث على другой نشوفوا التعليقات ذي الإخوان ونرحبوا بإخوان كاملين نضموا لنا في هذا الليف هذا مرحبا بكم ومرحبا بالأسئلة ديركم يعني أي سؤال اختر لك في البال هذه فرصة للتواصل مع الأحباء ديرنا ومع المتتبعين في الجمعية ليدفليد هذه فرصة للتواصل من جديد ومرحبا بالزوار الجدود لصفحة جمعية ليدفليد مرحبا بكم كاملين هذه فرصة لطرح تساؤلاتكم كيفما كانت المشاكل ديركم ونحن نحاول نطرق لها من جانبنا ونعطيكم أجوبة أو إرشادات أو إلى آخره أو معلومات التي هي حقيقية وتابتة في حدود المعلومات الحقيقية التي لدينا إخوان مرحبا بكم كاملين الأخت خليجة سلمان إذا كان ممكن تبارتجي معنا الصورة للبروفيل الرشيدة المغربية هذه السيدة التي تنتح لها الشخصية لهذه الهدف معين وهي هنا في إسطنبول جوبونس يعني هذه السيدة في إسطنبول هنا وقد تواصل مع الناس على أساس أنها رئيسة الجمعية ليدفليد واخذت الصورة هذه الرئيسة الجمعية ليدفليد تحديدا لتتعمل هذه الأغراض دنيئة فكنتمنى أنكم تبارتجيوا معنا هذا اللييف هذا وكنتمنى أنكم تدروا لها سينيالي كاملين سينيالي وابش تحيد لهذا الفيسبوك هذا وجمعية ليدفليد بذورها ستقوم بالإجراعات القانونية في الاتجاه هذا باش نوقفها تسيدة هذه عند حدها وباش ما تكررش مثل هذه العملية وباش ما يقعوش من ناس ضحايا ذي النصب فلذلك نقول لكم دائما أن الموقع الرسمي والصفحة الرسمية جمعية ليدفليد هي صفحة هذه التي يبت فيها هذا البت المباشر ولا علاقة لنا بصفحات أخرى فقط إذا كنا نبرتجوا الصفحات المهاجرين في توكيا فإننا نبرتجوا باسم جمعية ليدفليد فحاداري ثم حاداري من سقوط فخ النصب أو عن شحة ديد حك عليكم ولا هذا وهذه السيدة لا توصلت مع شحة فيكم ولا هذا فكانتمنى تديرو لها سيميالي كاملين وتبلغوا بها وتبلغوا أيضا تبعتمنا رسائل في صفحة جمعية ليدفليد أي واحد توصلت مع هذه السيدة للحساب باسم حساب فيسبوك باسم رشيدة المغربية فأنتمنى أنكم سوف أتخذها سوف أتخذها لأنني سوف أتخذها من هنا معكم لذلك سوف أتخذها سوف أتخذها لنقرأ التعليقات فاطمة أمين السلام عليكم مرحبا بك سكينة روسيل مرحبا بك أختي السلام عليكم باسم أخويا عبدو الله يوفقكم أخويا ميمون في الجمعية بارك الله بكم أخويا عبدو بارك الله بكم من أوفية جمعية ليدفليد الناس الذين يوجدون الصفحة تضعها في تعليق اخوضوا الصفحة في تعليق صفحة خديجة راح تكون لديك جوبونسرا عندك فأنتمنى تشاركوا الصفحة ديالها تتبار تجيبا لذلك سأضع لنا الأخت خديجة الأخ أمين في تعليق وضعت القانون الخاص براكين عندكم تما القانون الخاص بانتحال شخصية الشخص ما أو مشاركة صور شخصية الشخص ما فهذه رأي جريمة الإخوان يعاقب عليها القانون وما كان نصحوا شي واحد أنه يستعمل صورة دير وحدة أخر بدون إدنه في البروفيات دياله أو أنه يستعمل هالأغراض داني أميت لهذه فكنتمنى أن الإنتاج للمسألة هذه أخي أمين إلا كان ممكن تحطينا الصورة الأخ ألم عبدو مرحبا بك أخي مرحبا بك أخي مانا فاد لايف الإخوان اللي عنده شي سؤال أي سؤال كيفما كان مرحبا أو دين الناس كانت تكبر في النص بلا حوله ولا قوة إلا بالله طبيعة الحال أخي أعبدو يعني فهذه الطرق من طرق الإحتيال ناس دابوا لوكيج أو ليها في فيسبوك أو أخر أنه ينتح له شخصية أسماء أخرى يعني في مياه المختلفة ومجالات مختلفة ومن هذا النموذج ليش فينا اليوم فكانت منه ما تكررش متى المسائلات وكانت منه هذه السيدة نديروا ليد في ليد كامل باش نوقفو عند حدا باش الناس خلين ميلقعوش ضحية لهذه السيدة هذه ونحن نقدم شكاية القصولية المغربية والصفارة المغربية أيضا ونقدم شكاية رسمية إن شاء الله وماشي بعد نخده محامي المعلومات سديرة السيدة نسجدين في فيسبوك طبيعة الحال يعني هدرنا معها وصفتنا لها في الخاص وعود سفتنا لها والمزل جاية المرة لا تريد من هو إعافية المزلج الذي حته ت barbecue ندرنا ننق наши صورة كامل بعض ال tiesة مع الى نوذج لا تنسينا لا تد замет Watch ونقدم أننا نترجع القصة هذا غريب الطبيعة يتدikum اتخذ خديجة سريم خديجة رأيت لكم الصورة يمكنك تخرجها خديجة وتخذ الصورات و التخريم معنا عندك دقائق لما كامل لك ستجلب الناس الصورات البروفيلة و تضعها يمكنك تخرجي مننا من الايف وتمشي تجلب الصورات و تضعها و تضعها هنا لكي يشاهدوا البروفيلة ستجلب البروفيلة البروفيلة الأخ يسويني على أخبار الرحلات بخصوص الرحلات الاخوان و قادية نبهت لها و نبهت لها في العديد من الايفات يعني من العام الفيت من 2019 فاش بدأت المشكل يعني من العالقين و انا كن نبه لها كنقول لكم الاخوان ما تبقىش تقطع لبي ما تبقىش تقطع لبي حتى يكونوا رحلات مؤكدة و انا مع مرحلات مؤخرا مع مرحلات مؤخرا و اكتل لكم بأنها كن رحلات الناس دائما يعني نرى تقريبا من شهر جوبونس من شهر ثلاثة شهر ربعا الناس كانت ريزيرفي يعني كتلقاوا كتدخلوا للسيت ديال العربية ديال الخطوط الجوية الملكية المغربية ديال التوركية ديال بيكاسوس كتدخلوا لهذه البروفيلة كاملين و كتلقاوا بأنها مبرمجين رحلات و كتلقاوا بيكاسوس و دائما كانت تمدد حالس الطوارئ اخر حالس الطوارئ كانت من 11 يونيو الذي هو 10 شهر سادة حالس الطوارئ و اخر جباله رسمي و بيان رسمي بأن تمديد حالس الطوارئ حالس الطوارئ ختيح سنة مرحبا بك ختيح سنة مرحبا بيكاسوس مرحبا بيكاسوس اخرجي خديجة انا مدرج بحسابي فهمت يمكنك تضعها في صورة لا مشكلة بالنسبة للبروفيل سأضع لكم و شوفوه سوف تدخلوا البروفيل و سوف تدخلوا البروفيل و أعطيناكم الاسم رشيدة المغربية و الصورة خديجة سلمان رئيسة جمعية قلت بالنسبة للرحلات بالنسبة للرحلات لا تضربوا سوف تضربوا الرحلات و لا تضربوا الرحلات و لا تضربوا الرحلات والله يهديهم هذا المساج للعربية و بيكاسوس سوف اقعوا الوضع التي تضربوا الرحلات لانها الرسمية و تضربوا الرحلات و لا تضحكو على الناس لديكم أي تواريخ محددة و شئ او مضبوطة و لا تضربوا Nothing full Megan سوف ترثر بدون سوف تمتعد بكاسوس مستعد من ت Milan أيضا و انهز موضع و 사عين فهمت كما تعرفون الطيارة موقفة منذ أشهر عديدة يعني أكثر من أربعة أشهر خمس أشهر فالشركة هذه عندها موظفين وعندها خسائر وعندها طيارات وعندها بزاف دي المسائل وعندها المطارات الموظفين دي المطارات إلى أخيره فهذه الموظفين يتعاملون هذه الخلية كاملة وعندها الموظفين وعندها الموظفين وعندها الموظفين وعندها الموظفين أظهر هذه الموظفين من أزم مادة خانقة هذه الشركة إذا لم تقبلوا ليبيي سيدفعوا السيزي كامل وعندها مجموعة من الشركات كادت أن تعدين الإفلاس لها لو لا دعم الحكومة لإنقذاتهم وعطتهم قروض إلى آخره كادوا أن يعطلوا الإفلاس لهم لأن عندهم واحد ميزانية كبيرة رخصة خرج هذه الميزانية سيخرجها منكم يعني لا يعملهم يكون لفوله غير يتخلص منك بعد يشداد ليبيي يدوروا الأمور لهم يقادلوها يخلصوا الموظفين يتخلص منه يتخلص منه يتخلص منك يتركك بالعمل ويضع لك ويضع لك ويضع لك لكي لا تفاجأ لكي يجب أن تتخلص من البيبي لا يتجل إلى أجلين غير مسمى ولكن هما في هذه اللحظة محتاجة للفلوس محتاجة لسيولة المادية. انت كيف تفتح لك الرحلات في السيد كتمشي كتقطع فتكتمشي الرحلة دي كتتفاجأ بزاف الناس اللي كيسمعوني نعرفين هذه المسألة هذه وكي الناس اللي معنا نرى مقطع اللي بيه وممشاوش مقطع اللي بيه ديجا وتأجل 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 حال مرة وممشاوش يعني را ما كين ينشر رحلات لي مؤكدة تحاجة مبنت يقدر 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 الرحلات عادية ما بين الرحلات عادية ورحلات سيتثنائية الرحلات عادية ستطلق السcourse по 6 уровION ما سبق رحصات مغادرة 없이 توحصة اللي بحثة م朋友 وReсли على ساعة ستتم件事情 هنا نحن الرحلات استثنائية ما هي فالها الرحلة استثنائية كان لتدار ذات رحلات استثنائية من تركيا الي البغريب يمر بشكل متحاوشون بالعبار من المغرب الى تركيا هذا عملتهم الشركة تركيش إيرلينز والحكومة التركية لكي تجيب الناس العالقين سواء كانوا أتراك في المغرب عالقين أو مقيمين في المغرب أو الناس الذين لديهم مليتوريزات الرخصة للعمل لكي يخرجوا من التركيش وهذه الرحلة ترى انتقلت من دمودة ويبقوا فيهم رحلة جوبونس هذا يبقى الريحلة لسات والريحلة لديس هؤلاء الذين سيأتي من المغرب وثمان تذكيره ترى ما بين 5600-5600-5600-6000 دلم لحسب الرحلة والكلاس طريفين إلى آخرين هذه الأتمينات التي ندابها من التركيش إيرلينز بالنسبة للناس الذين يملكون بوجو من المغرب أو للناس الذين يملكون جوى الصفار تركي أو الناس الذين يملكون للرخصة للعمل المغادرة إلى تركيا أو الناس الأتراك العالقين في المغرب العكس لا يوجد حاليا من تركيا إلى المغرب لا يوجد حاليا من المغرب لكي لا تسرعوا وكأنه لا تسرعوا ستقطع البيئة لكي لا تقوم بعمل ستقطع البيئة و ستأجد لك البيئة وربما تبقى رحلة المشكل فينا المشكل أنك ستقطع البيئة في رحلة عادية محطوطة في 6 رحلة استثنائية هناك فرق بين الرحلة العادية و الرحلة استثنائية محطوطة في المشكل في المغرب مثلا تقطع البيئة في رحلة عادية انا تقطع البيئة في 16 محطوطة في 6 رحلة عادية لا تقوم بحاليا من المغادرة على المغادرة تم تسرع البيئة في رحلة استثنائية لأنها تسمى رحلة استثنائية لإجلاء العالقين من توركيا إلى المغرب وعندها رقم رحلة ديالها والرحلة ديالك العادية ستأجر أو لو تريد أن تذهب في رحلات استثنائية ستزيدهم بفلوس الدفيرون وهذا الشيء الذي يحدث يجب أن يزيدون الناس يجب أن يزيدون الناس ويجب أن يزيدون فلوس في رحلات استثنائية ونرى بعض التعليقات سنجاوبهم على الأسئلة للإخوان ونشاركهم معهم ونجاوبهم على الأسئلة لهم نحاول أن نجاوب على بعض الأسئلة إذا أردت سؤال هنا سنجاوب عليه إذا أردت سؤال فيكم سنحاول أن نجاوب عليه في حدود المعلومات التي لدي نجاوب الأسئلة سنجاوب سنجاوب ومن لسبة الأخبار الرحلات لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا هنا أخبار تقول أنه في عشرة في شهر سبعة سوف يفتحون الرحلات بشكل عادي لا أعرف ما أحد قال لي يقطع البت لا يوجد شيئا لا أعرف أنه يقطع عندكم كامل لبتة لا أعرف ما هو يقطع عندكم لبتة أو الأخ أمين أو يوجدون المشكلة لا يوجد مشكلة ، أريد أن أعطيكم صفحة الرشدة المغربية أعطيك هذه الأورقة المغادرة التي يبيعها بالصحيح ، والأختي حسنا مرحبا بأختي هذه الأورقة جارية للعمل ومعروف من زمان يتبعوا الورقة المغادرة ، الدعوة السببية ، عقود أمال هذا كل شيء معروف حاليا ، حاليا ، يعني العملات المغربية لا يعطيك رخصة تستثنائية المغادرة إلا لأنك لديك مشكلة صحيح ، ومعروف كائن واقعي والناس الذين يقومون بعملهم ، ويتأكدون من المسائل ولكن لا يوجد رخصة المغادرة لا يوجد رخصة للمغادرة المعاملة يجب أن يذهب إلى الحبس هذا الشيء الذي يحمل المغفل لنأخذ تلك سكينة أماري أجل أخذت أن أجلب أمي من المغرب في تركيا يجب أن يكون لديك جواز صفار تركيا أو رخصة المغادرة من التراب الوطني إلى تركيا وهذه الرخصة تعطي لعدة أسباب السبب الأول هو قبول جامعي ويجب قبول جامعي من أحد المؤسسات في تركيا ويجب العملات ومسائدها ويجب طلب رخصة المغادرة إلى تركيا 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 وكل أمريكي بطبيب مغربي ي تقدمت بحق التقرير من خلال الأيام أرغبت كثيراً في التركيا لأسبب تالية ونسبب تائم نفس الشيء يقوم بطلع الأنهم وكهوزه الثاني بالنسبة للخمس السيدات يريد أن ترى اجل أشياء نفس الشيء تعطيهم ما يفيد دون الأسباب التي تأخذ بهم رخصة المغادرة من المغرب التركي أو عقد عمال من شركة هنا وهذا إلى أخيره نتحل مطار اختي مريم ونقضي لها الأمور فعلا الناس الذي يسميته لأنه ينطلق لها ونصبر لها ونستمر كما هو عليه ستجد الرخصة ونقضي لها حالات عادية ونقضي لها السياحة في شهر سبعة ينشاء الله الأغلب التوقعات تكون في شهر سبعة بحال الذي يقضي في العام فيت وفي شهر ثمانية وفي شهر سبعة إن شاء الله لا يزول عناد البلاء السلام عليكم أخي مموكي في الحال الحمد لله برك الله وفيك لا يقضي البت إذا البت عندك أخويا مشكلة عندك أخويا آمين أخويا ما يريد أن يأخذ الأم من المغرب القبرص لا يوجد وزراء القبرص محسوبة على تركيا أخويا أنا أريد أن ترتاح سياحة سياحة باقي لا يتوقع إن شاء الله في شهر سبعة ونقضي شهر سبعة ونقضي شهر سبعة أنا متجوجة هنا 12 عام لا يسخر لا يبارك الأم دياني عمرها 60 عام لا يتوقع في عمرها ما نقضي كما قلت لك أختي أختي تفتح سياحة إن شاء الله باش تجي مرتاحة أنا أريد أن تجي تقسم معي إن شاء الله أختي تجي تشوفيها بخير وعلى خير لا يتوقع في عمرها إن شاء الله يطلع عندك أختي إن شاء الله ويأختي حسنا إذا أرجعت السياحة نورمال سوف يتلغى المغادرة والمغربرة لا يوجد فيزا يعني ممكن أن تخرج كل سهولة وممكن أن تقضي طيارة دابا لشهر سبعة لا يمكنك أن تقضي طيارة دابا لشهر سبعة لأنه كما قلت لكم نقوم أختيات تطيارة لحتى تكون كما تلك الأخبار المؤكدة سوف أعطيكم الأخبار إن شاء الله ستبعوا صفحة الجمعية لذلك سأخدموا أخبار إذا كانت تضعوا سياحة إن شاء الله وأختي أخبار مؤكدة لأنه سياحة مظلة ومن المؤكدة المؤكدة ستبعوا الاخبار بيان رسمي من وزارات الخارجية بأن السياحة مظلة في ذلك الساعة لا يمكن أن تقطعوا الدماء ولكنها ليست شيء بيانا رسمي δεν تقطعوا إخوانا لماذا تزاربوا وعطوا فلسكم وعطوا تم اقرأوا لماذا تزاربوا وطرعوا للحوت في البحر ليس شيء لغاية لأنهم تقطعوا الإخوان لا لن يكون قطع أخوانا في مغرب أو من مغرب التوركي ليس لن يكون قطع أخوانا لا تزاربوا قطع أخوانا لكن كنت تكررون لتقدروا القطعك أو تتتجل أخوانا هنا أكبر 10 ألف من أبل هنا أكبر الصعود تغير التعليميات لا تكون أكبر أو تكون الالكيس ستكون لمنزل معكم إذا كنت أخذوا عن هذه الأعجاب وإن نجد هذه الأعجاب يمكنكم تكرروا التقرير بأنا قوية مريم مرحبا بك مريم مرحبا بك حتى انا بغيتها تحضر عرسي الله يكمل عليك بخير نحن عائلتك عرض علينا نحضر العرس ونفعل لك كينة النقاشات المغربية يفعل لك الحنة ونفعل لك ذلك الشي لان نقافة المغربية ونفعل لك تقطق المراكشية ونفرحول لك في عرسك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك أختي العرس أمين الله يحفظك مرحبا بك 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 بارك الله فيك أختي لا يعجبوني وكتبت 777 يعني سبعة رجال تقل مركش وسبعة للباس وسبعة أخضاري ونحاول نقرأ كمانتر ونحن نقرأ الكثير من المشاهد ويسمح لي بزايا كنت أسفه ونقصته ونقرأ كمانترات جدا ونحاول نقرأ كل شي أحفظك جيد لكن تريد أن أغاني مغربية ونقم بك ونشتح ويجب أن تكون كل شيء مغرب من تريتورا ونقافة ونقرأ ونقرأ كل شيء مغربية ونحاول جيدة مغربة نرى أن تكون مغربة كبيرة سوف تكون هناك في إستنبول ستحضر عندك ونقرأ أختي 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 أحببك أختي أختي وإذا أقدر أحسر إذا أدركت أيضا أحسر 15 ليرة أعطي 15 ليرة دجاج مرحبا وفلوس من عندي يعني كوش يبغى يعرس وانا وطيف يوم لهويش كوش يبغى يعرس مع المعطار المسدود ما معرسينش في المغرب لما معرسوه هنا يعني كوش يبغى الناس ديال دجاج محمرة السفا كوش يبغى أخذ مريم قدرت أصاب لكي نصاب لكي نجي محمرة بالعرس أنت محرضة على شيء يعجبني مرحبا انا وميمون انا لدينا الحمار يا أخويا لا يوجد شيء عاني عانيتون نفعل الفوكلور المغربية ان شاء الله براء الله يكمل بالخير اعطان الناس يدعو معك جمعية اليد في اليد لرعاية الأعراس هذا صيف تقهرنا بكورونا والكلاس في الطعر و تقهرنا بالمشاكل و تقهرنا بكل شيء نشطحه و نضحكه شوية و ميمة ألف لام ميم لكة لمكة لم أكن أعرفت لم أكن أختي هذا الرمز كذلك و ميمة لم أكن أختي الكومنتر محمد أمين رشيدة المغربية رشيدة المغربية سوف أتذكركم بها رشيدة المغربية سوف تجد صورة سيدة خديجة ومسلمان رئيسة الجمعية هي في البروفيل هذه الصورة لا علاقة لها بالحساب و تستعملها لكي تروج هذا الحساب على أساس أنها هي رئيسة الجمعية لكي تقوم بعمليات النص و تنفرض بالضحايا سوف تقوم بعمليات النص و ترجمة الكومنتر لم أقرأت أكثر نحاول أن نرى الكومنتر نحاول نرى الكومونتر كام من هنا الخوز يتكرروا الكومونتر لفوق يجوك وحدين جدا أغرص أختي مريم صافرة أغرص مراتي أغرص مراتي أختي لم يفهم هل هي أغرص مراتي خلق مراتي يجب أن يقوم بردر ينزل هذا السؤال مهم ومهم كثيرا في محلوه بالنسبة للشروط التي كانت تعلينات عليها ومزارة الخارجية في الأول يعني في حالة تدارو رحلات استثنائية لمغرب كانت موضوع عدة شروط راكين دابل كيدخل المغرب عن طريق ليسكال وهو اللي فيه شروط لأن رحلات مباشرة راكين ما بينيش أنا أصلا ما كينيش ومعلومت بكينه فورو تشريط ليسكال لأولادا الفيزا مثل تونس في الأول ولكن دول ليسكو ليسكو المغرب مثل موريطانيا ويقوم بمثار الصحيفة في المغرب يعني أضحكين الموريطانيا ومتلك تتكشظل الموريطانيا فتريح environ 8 أو 40 ساة حتى تتكشظل للمغرب عندما تكون تتكشف مرتدي جديد في المطار موريطانيا ومن بعد دخول في المغرب وحصل لديك 10 أيام في الحجر الصحي وقت ما يدخل لديك 50 يال حجر الصحي ونجيبك الخاص ورحل لديك 10 يال حجر الصحي ويمكننا أن تجد ذلك ونجد حالة إذا ذكرت على حجر الصحي لديك حالتي من المباشرة وانت في حلات متسجة تسته كورونا لا يوجد كثر خير من النات المتابع لا يجب علي الجلبة الجلبة ما زال ما قالوا عليها والو ما يقولكش تكون جالب إذا دخلتين ما جالب ستجلب مع المغاربة لها ما جلبتين تعود تجلب هنا من تالي عندك الكيمليك ركات تسمى موقعين في توركيا بالنسبة لتوركيا علش الجلبة ما طالبينهش لأن أصلا توركيا هنا بالنسبة للجلبة يالله وصلوا الناس ديا 60 عام باقي مسالة وهم شو غاية 50 عام 40 عام 30 عام حليني باقي ما قالوا المصريين وما غدا توصلك النوبة حتى الـ 2030 حتى تكون درس كورونا ستجلب هنا ستجلب هنا سبق الأتراك لا بدأوا فيهم ما قالوا هذا هو الشرط السفر أخويا يسؤل على الشرط لكن جاري مع فرشيطة أخذ فرشيطة يمتكين العرسية أخويا يمتكين العرسية ما زال ما قتلنا العرسة مرحبا بك أخويا محمد وسعيد تحية الناس بلعشوب لا الشربة مع البونج مرحبا 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 شربة مع البونج الصحراء المغربية عفوا صحي أختي الله جزاك بخير ليس الصحراء الغربية اسميتها الصحراء المغربية أختي أختي أميمة هذا المصطلح اسميتها الصحراء المغربية وليس الصحراء الغربية ما لدينا علاقة بالسياسة لذلك لا تعطي أسئلة سياسية جمعية ثقافية فنية خيرية رياضية اسميها كما شئت ولكن لا تدخل في مشاكل السياسة والصحراء مغربية والصحراء مغربية والمغرب في صحراء وسعلا الكلام لا أعرف لا تقصد ذلك المعنى ولكن المفهم الحقيقة لديه دولة يدخل موعدة لا تحتاج المشكل لأخذ المؤمنة المؤمنة تم دولة ستقوم بأن تحتاج المؤمنة 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 ايه دولة سرعات تقدر تلشارجيه موقع توركي هنا وتقدر تأخذ فيه موعد وليس غير تأخذ فيه موعد الصحراء جزائر صحران تاعنا نحن ندخل في الصراعات السياسية والاسميتو تكشي اللي مبغيناش هاي بلوك من عندي هاي بلوك هاي بلوك هاي بلوك هاي بلوك مع احترام الاخوة الجزائريين كاملين هذه صفحة مغربية اسمتها جمعية ليد في اليد المغربة بإسطنبول وكانت تعاونتها مع الاخوة العرب سوريين عراقيين كيف مما كانوا لا يوجد المشكل ولكن الملف الصحراء لا نبغيوش فيه النقاش نهائيا اي واحد يوصل حبه من الحب الصحراء انا بخير مطارات سنجيوكم من تحت الارض سندزلكم من قوات الماء فالصحراء نقطة لا تناقش صحراء المغربية ولا اي حاجة تمس المقدسات الدولة المغربية الدولة العالوية الشريفية الدولة المغربية تحت شعار الله على الوطن المالك نحن مغربة حتى الموت فهمتك اي نعم عندنا مشاكل مع الدولة دينا عندنا مشاكل اقتصادية عندنا مشاكل اي حاجة عندنا مشاكل داخلية بيننا وبيننا وبينهم اي دولة في العالم تتعاني من مشاكل اقتصادية ولا تتعاني من هذا كيف مكان هذا شي حسن من شيء وشي كرف من شيء اذا لا نريد ان نبقى ونجدون المساجات لأننا نتحدث سوف نتحدث كثيرا فأي واحد جزائري هنا مرحبا بك أخويا ولكن الصحراء الغربية صحراء الغربية بلوكي يلا لاعن ما يكون اخر من البوليزاريو هنا يبين يلا يلا لا من البوليزاريو هنا اي واحد سيقوم بتصوير وحدة التراب المغربية وحدة المقدسات المغربية ومحدة الكرامة المغاربة والشعب المغربي سيأتقل ومباقي سيأتقل نحترم جميع الشعوب كمغاربة نحترم الشعب الجزائري والشعب تونسي والشعب موريطاني الشقيقه وقاع الشعوب العربية وشعوب العالم كامل احنا ما لدينا مشكلة لا معا شي دولة تقع اسرائيل براسة ما لدينا مشكلة لا فلسطين احنا شعبية عايش مع العالم كامل احنا الانسانية كتهمنا قبل كل شيء قبل احتد ديانة الانسانية هي اول حاجة عادنها hide nos احنا بشار ما نتعدوا لكم ما تعدوا علينا عاد الإسلام عاد الزفدان حويج فلذلك باشننعه بعض ديان tema اخي في بلادك احترم بلادنا و احترم لاجيتي عندنا دخلت الصفحة دينا دخلت لهذا الليف مرحبا بك ولكن سوف تكتب السلوة الصحراء الغربية على اسمه الصحراء المغربية الله جزيك بخير الصحراء نتاعنا ما عندك دعني ساكت الله يرحم لك الوالدين سير اصحبت شبع غابطة طاوعة جهتر معنا سير تخرجونا اصحب السياق دينا الموضوع لا تعصبونا لا تخرجونا اصحب السياق دينا الموضوع سوف نبقونا هضروف شي مسائيل اللي احنا كنا في العرس و كنا ناشطين مع اخوتنا و ان شاء الله مرودين عند ختي مريم العرس شكون اخر باقي باقي كي قوز الصحراء شكون ماي لقيت لك زيان تبارك الله شكرا شكرا نحن مسلمين و طالبين تسليم يعرضي عليك و شعب موسائلين نعم احنا و رجعوني موضوع العرب من المشاركة هنانا نوع من المشاركة من المشاركات في الحلوى و متتبيعين من المشاركة و نحتارمهم و نقدرهم و نحن نجمعها على المشاركة احترموا الشعب الجزائري المسلم الشقيق والأدجار والأخ و احترموا الناس الذين يحترمونه و الذين لا يحترمونه فلا تعبيره لهم لذلك لا تضروا على التاريخ و لا تضروا على أي شيء لذلك اخلي ذلك الاهل الاختصاص نحن لم نشغل في ذلك نحن مسلمين مع بعضياتنا الذين يريدون أن يحترمنا كم مسلمين مرحبا به والذين لا يريدون أن يعاونه الموضوع الرئيسي لنا كيف ما قلت؟ سأرجع لي لأخوان قبل أن نهاد الليف أحدركم ثم أحدركم من واحد السيدة ديرا فو كونت وضع فيه بروفيل السيدة خليجة سلمرة رئيسة الجمعية و اسمها رشيدة المغربية و السيدة تنصب ما عرفنا الجنسية ديالها و ما عرفنا قاعة و شضاء راجل و الأمرأة تنصب اسم جمعية ليد في اليد لذلك الاخوان أحدركم ثم أحدركم والسيدة سأتخذوا إجراءات قانونية عاجلة بمحامي و كل شيء بعلم السرطات القنصلية و السفارة إجراءات احترازية على أساس السيدة لكي لا تنصب العباد الله و كذلك الشيكاية لكي تأخذ صورة و تنشرها للمشي ديالها كي تسمى تشهير بأشخاص أخرى واستغلال صورة شخصية ديال شخص ما للأغرى الدنيئة هذا هو الموضوع سيدة اسمتها رشيدة المغربية سأتخذ لكم نسخة من البروفيرا كي نضيجة و أحد المنصور لأخت خديجة سلمان في صفحات الجمعية و أتخذته نتابعوا عليه و تقلبوا عليه و سأتخذته في هذه الأيام إن شاء الله و سأتخذ الخطوات القانونية إن شاء الله لكي نوقف السيدان كما قلت سأتخذ الخلاصة على المواضيع لأدرنا عليها بالنسبة للرحلات الجوية الإخوان الرحلات الاستثنائية من تركيا إلى المغرب لا يوجد حاجة رسمية لحد الساعة لحد اللحظة التي أعظر فيها لا يوجد حاجة رسمية و النصيحة لابد أن تأخذوا بها لا تلقى رحلات مفتوحة في السيد و تقطع فيهم ذلك الرحلات العادية لا يوجد رحلات استثنائية ذلك الرحلات عادية يضعون يدخلوا سيرا مادية و يفكوا بها المشاكل و كريديات و أنت تبقى و أنت تبقى و أنت تبقى و أنت تكون رحلات استثنائية و قطعتين في رحلات عادية ستتخلص مختلفة مختلفة كل رحلات استثنائية لأن الرحلات استثنائية يكونوا زائدين في الثامن لأنهم يكونوا قلال و محسوبين على رؤوس العصابع لا يوجد حال لأن تفتح السياحة والرحلات تكون الشركة كاملة كما رأينا عمل فيت كانت خدمات الخطوط الجوية و خدمات العربية فقط لمدة طويلة عادة من بعد و دخلوا معهم بيكاسوس و تركيش ايرلاينز و الشركات الأخرى هذا هو الأول بالنسبة الرحلات استثنائية من المغرب إلى تركيا فأتبقى رحلات الساعة المؤكدة في انتظر أنهم يضيفوا رحلات أخرى أو أنهم يلغيوا و قاعد النظام و يديروا رحلات عادية كانت تبقى رحلات السبعة و عشرة اللي سيأتي من المغرب بإذن الله أتمنى السلام ألقى على المسافرين اللي جاء لتركيا مرحبا بي أردوا البلد دائما و اللي بغى معلومات أكثر على تركيا بغى يطلع لتركيا و بغى معلومات ديال بصح ماشي ديالك دوب بغى الواقع ديالتركيا وهذا بغى يعرف الجانب المشرق والجانب المظلم من تركيا ما فيها بس تدخلوا اسميته اليوتيوب و تدير منوعات مغربي في إسطنبول فقط مغربي في إسطنبول سأطلع لك سورة البروفيديالي و سألقى لفيديو أنا أضعهم تنمية و كم بارضاجهم مرارا و تكرارا في صفحة الفيسبوك لنشر مزيد من التوعية باش الناس يعرفوا لشنو كينتظرهم في تركيا و إن شاء الله بقي غادي ندلكم دي فلوك حول الساكن الشبابي والساكن البناتي والساكن العائلي و سألقى لكم بخصوص الأسواق العربية اللي كان هنا في تركيا و أسواق الجملة اللي بغايت قدس العار و سألقى لكم بزر دي فلوك فين كينين هاد الأسواق هادو سألقى لكم دي فلوك للأماكن السياحية سواء داخل إسطنبول أو في طرابزون أنطاليا والأماكن المحيطة إن شاء الله باش تكونوا على دراية كل ما يخص يعني تركيا إن شاء الله باش نستني باودير التوريست بلا نسبة و يخدموا أو يقرأوا أو شيء يكون لديهم فكرة مسبقة على تركيا أنا ذلك اللي نحط لحط لواقع بلا زواق بلا تشيء حاجة لحط لك ذلك اللي كين المميزات والسيربيات و أنت يبقى لك الأشواء لكي تسكن هنا لكي تسكن هنا لكي تستقروا لكي تستقروا هذا هو اللي كين سألقى لكم حتى اللي بريد يساعد لكين الخدمة و سنصور بعض النماذج الشركات و بعض الحيرة التي يعملون فيها المغربة هنا من جانب المشرك و جانب المظلم كنتمنى أن لا نكون طولت عليكم في هذا اللي بريد و كنت خفيف الضل عليكم كنتمنى في النهاية اللي بريد أنكم تجدوا هذا اللي بريد على نطاق واسع جدا كنشكركم جدا لحضوركم كنشكر المتتبعين و الأوفياء صفحة جمعية اليد في اليد على التفاعل معنا في هذا اللي بريد كنشكركم جزيل الشكر دون number و دامت صفحة جمعية اليد في اليد و جمعية اليد وهذه في خدماتكم و الشكر موصور د backgrounds لاجسماء جمعية اليد لأخت کہدي وسلمان الرئيسة الجمعية و الأخت النقد المستشارة فاطمة و الاخت بادر وأخ محمد آمين و الأخت منا و الأخوان اللي معنا في ذلك الجمعية واحد اتمنى من اكون نسى. لأخت السلوا concانة ايضا لاخوان كاملين ديلا العضاء ديلا الجمعية ليدفليد جوند الخافاء اللي كي ساهموا معنا والشكر ايضا لاخت اسمهان في فرنسا محسينة ومتطوعة ووفية لصفحة جمعية ليدفليد والشكر موصول ايضا جميع المحسينين اللي كي ساهموا دائما في مساعدة الاخوان ديلاهم هنا في تركيا والشكر موصول ايضا لأستاذ الزعيم عباس كاتب وفنان وشاعر وملحن كلمات وكل شي فهو موجود معنا هذا بتركيا ايضا وهو يعني عضو ناشيط في جمعية ليدفليد كانت منو للتوفيق وبطول العمر ان شاء الله للشكر ايضا لاخاية الشيخ الاخوان كاملين اللي ساهموا من بعيد او من قريب الشكر موصول ايضا للدكتورة مريم الجزائرية اللي عندها مركز العلاج التوحد هالدكتورة هذي اللي قدمت كثير وكثير بالنسبة لجالية المغربية والجالية الجزائرية والجالية العربية بصفة عما كاشكرو الاخت والدكتورة مريم را عندها مركز للتوحد في شليني فلال الناس اللي بغوا يمشي ويشوفوها وتعرفوا على المركز او الناس اللي عندهم اطفال كيعنيهم التوحد فالدكتورة الجزائرية شرف لنا كمغاربة وكعرب اننا عندنا مثل هذي الاثر هذي هنا في توركيا وكان مجموعة من النماذج المشرفة هنا في توركيا مرحبا بكم الاخوان اللي تلعوا لتوركيا جدود مرحبا بكم كاملين اه تواصلوا معنا على الصفحة دينا في جمعية اليد في اليد خليوا الرسائل لكم ونجاوبوا عليها باذن الله ونساعدكم على قدر المستطاع اه كنشكركم بزار 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 في الحضور ديكم وتبارك الله لكم وتحية وإلى اللقاء ان شاء الله في لايف قادم كان معكم ميمون بامسعود الكاتب العام جمعية اليد في اليد بإسطنبول تحياتي وإلى اللقاء تحياتي